حسناً نتكلم عن المصريين بالخارج وارتباطهم أكيد بمصر ودورهم في الحياة سياسية في مصر أولاً زي ما ذكرت المصريين في الخارج عددهم كبير جداً ولنا جاليات كبيرة جداً لها تأثير كبير خاصة في بعض الدول الأوروبية زي بريطانيا وهولندا وإيطاليا عندنا جاليات ضخمة جداً وأمريكا عندنا جالية كبيرة جداً وكندا جالية المصرية في كندا من أفضل جاليات المهودة في العالم ولكن المشكلة الأساسية اللي كانت بتواجه المصريين في الخارج قبل صورة 25 يناير إنهم دائماً مهمشون لا يشعرون بأن لهم أي دور في الحياة السياسية في مصر أو حتى في عملية التنمية وغيرها هم فقط تحولوا إلى مصدر من مصادر الدخل لمصر يصلون إلى التحولات الأجنبية لمصر هذا هي كل العلاقة بينهم وبين الوطن ثم يحضرون في الأجازات ويعودون مرة أخرى لا يشعرون بأن هناك انتماء بينهم وبين الوطن الأم بعد صورة 25 يناير تغير الوضع كثيراً وسمعنا أصوات كثيرة من المصريين في الخارج بعضهم حضر القاهرة وبعضهم عن طريق الفضيات والإنترنت وغيره يؤكدون أن الوضع تغير كثيراً وأصبح يفخرون بأنهم مصريين وبأنهم يردون أن يشاركوا في الحياة السياسية بصورة جدة والبعض أبدأ أنه سيستطيع أن يرسل مساعدات كثيرة من الجاليات المختلفة والاتحادات المصريين في الخارج وقد شهدت بنفسي أكثر من قفلة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا مصريين طباء مصريين في أسد في الجامعات يحضرون إلى الريف المصري هذا نوع من أنواع المشاركة السياسية والاجتماعية أيضاً ونوع من أنواع رد الجميل للوطن هذه الأفكار وهذه الموارسات لم تكن موجودة من قبل النظام السابق كان لا يحتم بالمصريين في الخارج على الإطلاق الدول الأخرى، الدول الأوروبية والأمريكا والدول الأخرى تحتم كثيرة بالأبناء في الخارج لأنهم ليسوا عاملين فقط وأنهم صفراء لهذه الدول في الخارج إذا كان المصري الذي يعمل في أي دولة أوروبية أو دولة إفريقية لديه القدرة على التواصل والتعايش مع المجتمع بصورة كبيرة سيخدم بلدها أولاً ثم سيخدم المجتمع الذي يعيش فيه ثانياً سواء كان في إفريقيا أو في أسيا أو في أوربا أو في أي مكان إذن لابد من أن يكون هناك آلية للتواصل بشكل كبير مع المصريين في الخارج هناك منذ ما يقرب من عشر سنوات ما يسمى بالاتحاد العام لرعاية المصريين في الخارج هذا الاتحاد طلب به العديد من السفراء المصريين وطلبت به بعض القوى السياسية وطلب به المصريين في الخارج ولكنه حتى هذه اللحظة لم يرى النور بشكل فعلي صدر قرار بإنشاءه وتولاه السفير محمد بن يسي هو كان مساعد وسير خرجاء الشؤون المصريين في الخارج منذ فترة طويلة ولكن ليس لا توجد أنشطة حققية لهذا الاتحاد هذا الاتحاد لابد أن يفعل لابد أن يشعر المصريين في الخارج بأنهم جزء من الأنشطة السياسية الموجودة لابد أن يشعروا بأنهم جزء من الكائن المصري لابد أن يشعروا بأنهم يعشون في مصر أكثر من يعشون في الخارج طيب خليني بمعنى حضرتك واضح أن أتصل بالمصريين في الخارج في أعداد من الدول خليني أقول أиха أكثر الصعوبات التي توجههم ولطلبين فيها كمان يمكن حلول من الدولة المصرية مصر حضرتك أهم المشكلة بتواجه المصريين في الخارج وأنا يعني بلتقي بيهم كتير جدا لما بسافر هي عدم الثقة عدم وجود ثقة بين المصري في الخارج وبين الدولة الدولة ممثلة في السفارات الموجودة والكنسوليات وأنا شفت ده كتير جدا في الحياة في العديد من الدول سواء في إفريقيا أو في أوروبا أو في شارع آسيا كتير جدا جدا من المصريين هناك لا يقترب من السفارة والكنسولية على الإطلاق ليه إيمانا منه أن ما فيش حل هيحصل أولا هناك مجموعة من العقبات الموجودة مسبقة في الزهن أولا الدولة هنا السفارة جزء من النظام ونظام السابق هماتهم الأساسية كانت فيه ليس رعاية المصريين وإنما التضييق على المصريين والسعي إلى تحصيل موارد منهم والآخر إذن السفارة بالنسبة للمصري في الخارج إذا ذهب على السفارة يعلم أنه سيطالب بدفع رسوم ومبالغ المرية والآخر لإيه بالضبط بالدفع هناك إذا ذهبت إلى الكنسولية أو السفارة للتسجيل لابد في البداية تسجل مجانا لمدة أو في بداية 6 شهور أولى من وصولك للدولة فعقب ذلك تدفع غرامات تسجيل المصريين في الخارج لا يذهبون إلى السفارات للتسجيل على الإطلاق أو الكنسوليات إلا في حالة حدوث مشكلة فقط يعني إذا حدثت له مشكلة ولا يعرف كيف يتصرف يذهب إلى السفارة لماذا؟ لأن كما ذكرت لك هناك العديد من السفارة والكنسولة من المصريين في الخارج ليس لهم أي دور على الإطلاق في الحياة السياسية أو في الحياة الاجتماعية للجاليات المصرية في الخارج بنسمع كثير جدا ما فيش تواصل من بينهم وبين السفراء على الإطلاق لأن حد في مصر بيروح يخبط البيب على السفارة ما بيعرفش يقبل حد هناك يعني الكلام ده صحيح؟ كثير جدا من السفارات بالشكل ده يعني يمكن المفهوم بدأ يتغير شوية لكن أنا هقول لحضرتك كثير جدا من السفارات المصرية ليس لها علاقة بالمصريين في الخارج ولكن على الجانب الآخر يعني حتى نكون منصفين هناك بعض السفارات وبعض السفراء المتميزين جدا والحرسين على مصلحة المصريين في الخارج والتواصل معهم وغيرهم أنا كنت من فترة قريبة في خارج مصر كنت في إثيوبيا وإثيوبيا أنت تعلمين مدى أهميتها بالنسبة لمصر في الفترات السابقة منذ أربع أو خمس سنوات لا يوجد أي تواجد للسفارة المصرية هناك فقط مبنى والمصريين في إثيوبيا ليس لهم أي دور منذ أشهر قليلة تم تعيين سفير جديد هناك هو متميز جدا وبدأ يجذب المصريين إليه ويكون بعجل اجتماع شهري للجالية المصرية تستمع لمشاكلهم تستمع لمشاكلهم على الأقل إذا كنت لا تستطيع حل المشاكلهم استمع إليها هذا إحساس أن تفتح باب السفارة لمصر في الخارج وشعور بالانتماء هذه الثقافة لابد أن توجد في كافة السفراء والقناصلة الموجودة في مصر في كافة مصر يا فندم كلها يا ثقافة الاستماع يا تيد فكرة نعمل هذا طبعا أستر سنوتي رئيس القسمة الدبلوماسي بالأهرام المسائي بشهر حليك جدا على وجودك معنا وبتمنى إن شاء الله العملية تتمي بشفافية ويكون لأن المصريين الموجودين في الخارج هم مصريين زي يوم زي أنا بالزبط ويعمل حق إنهم يكون يوم حق في بلدهم ونتمنى ده يتم بصورة فيها شفافية ويكونش فيها أي عملية من عمليات التزوير طبعا نتمنى أنا نتمنى حيزة لأنه زي ما حتك قلت إن هما جزء من مصر من الوطن قبل ما يكونوا جزء من الدول اللي بيشتغلوا فيها أو بيعملوا جهة وإن شاء الله تبقى المسألة مشى في إطار المزيد منها تشفافية لإني ما اعتقدش إنها يبقى فيه تزوير في أصوات جاية من الخارج عن طريق البريد ووجود إشراف قضاء هيدمن المسألة دي بشكل كبير وهيدمن إن يبقى فيه نازهة في التصويت للمصريين في الخارج ونأمل إن يكون ده موجود إن شاء الله في الداخل نتمنى فأنا ننتقل لفصل ونكامل معيك وباقي فاكرات نهارك سعيد فخليكم معينا شكرا للمشاهدة